سنوات مرت ولا تزال أزمة قضاء سنجار بمحافظة نينوى مستمرة ما يشكل عائقا كبيرا أمام عودة أهالي القضاء الذين لا يريدون مغادرة خيام النازحين ليسكنوا فوق ركام منازلهم المدمرة أكثر من 183 ألفا من أهالي سنجار ما زالوا نازحين وفق تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الهجرة الدولية إذ لا يثق غالبية النازحين بوعود الحكومة التي تركتهم يعيشون مأساة إنسانية في مخيمات النزوح ويقول قائم مقام سنجار بالوكالة نايف سيدو إن قرى وأحياء كاملة سويت بالأرض وملف التعويضات متلك حيث لم يحصل غالبية النازحين على مستحقاتهم كما أن القضاء ما زال يفتقر للبنية التحتية مثل الطرق والمدارس والمباني الحكومية كما يتعين على العديد من المرضى السفر لساعات للحصول على رعاية طبية غير متوفرة في مستشفى المدينة الوحيد غياب الاستقرار الأمني يشكله الآخر عائقا رئيسا أمام عودة النازحين حيث تنتشر عدة ميليشيات من بينها ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب فضلا عن ميليشيات الحشد وكل طرف يريد تأمين مصالحه ونفوذه على حساب أهالي القضاء تحديد السلطات الحكومية مهلة تنتهي في الثلاثين من تموز لإغلاق مخيمات النزوح ووعدها بمساعدات مالية للعائدين إلى قراءهم لم يحفز النازحين على العودة لا سيماوى أن تلك المساعدات لا تفي لإعادة إعمار ولو جزء من منزل مدمر نهيك عن قدراتها على تأمين سبل العيش ومنذ سنوات طويلة تقع سنجار في صلب نزاع بين حكومتي بغداد وسلطات كردستان العراق حيث فشل الطرفان في تنفيذ اتفاق تأوصلا إليه في 2020 لإعمار المنطقة وتقول منظمة هيمن رايتس ووتش إنه في حين تتنازع بغداد وأربيل على سنجار فإن أي منهما لتقوم بالدور المطلوب في تحمل مسؤوليتها وتؤكد أن على الحكومة الاستثمار في بسط الأمن وإعادة بناء سنجار لتكون مكانا يرغب الناس فعلا بالعودة إليها بدلا من التركيز على إغلاق المخيمات